إذا وضعت وجهك أمام الشمس لن ترى الظلال وإذا اخترت العزلة تلتهم ذاتك وفي الحشد يلتهمك الناس هل يمكن أن تكون في الأقنعة منجاه تارة قناع يشبهك وآخر لا يشبهك لكنها أقنعة على كل حال تقول لنا أننا نعيش في أطر مزيفة تتنازعنا هويات مصطنعة ويقلنا وطن يفتقد للقليل من الرحمة أمير حسين هو أحد أبرع أدباء جيلنا الذي يكتب عن المعاناة كأنه قد ولد من رحمها قناع زجاجي هي رواية تضع يدنا بوضوح على شروخ في المجتمع المصري عبر حقبة زمنية ممتدة من الثمانينيات إلى التسعينيات إلى الألفينيات وعبر ثلاث شخصيات رئيسة يتداخل فيها الماضي مع الحاضر القاتل المحترف القناص مع الملتزم العصي على التصنيف إلى مراهقة يتشابك مصيرها بينهما ثلاث شخصيات خلقت لنفسها أقنعة زجاجية بدت من ورائها صورة المجتمع المصري آنذاك مشوشة باهتة مقززة إلى درجة كبيرة ومن ثم يصبح سؤال أين حقك كإنسان وكمواطن في وطن يحترم آدميتك الهوية والانتماء من الأسئلة الحاضرة بقوة في العمل فمن مقتل السادات إلى حرب الروس في أفغانستان إلى بلطجية شبرى إلى سجن نساء وإلى قسم سري في أروقة مديرية الأمن يقوم بتصفية الخصوم السياسيين كان أمير حسين يؤرخ لسيرة مجتمع مأزوم سياسيا وحقوقيا ومجتمعيا من خلال ثلاثة مسارات سردية يتحكم فيها المونولوج الداخلي ليشرح شخصياته نفسيا من خلال تداعي الذاكرة أو سيل الوعي المأزوم بسؤال الهوية فالكل هارب من هويته الكل محكوم بأطر لم يصنعها لنفسه وإنما وضع فيها ابتداء وعبر عن ذلك كله بمقطوعات نفسية بليغة سمفونية رقصت على أنغامها التراكيب اللغوية التي جاءت مؤلمة وقاسية حتى اللحظات الحميمة التي عبر عنها العمل برشاقة كانت مؤلمة فالجنس ليس لذات الجنس وإنما لأنه إطار لأزمة أوسع تتحكم في شخصيات العمل إسلام أسير كل ما هو بالي الثائر على كل ما هو قديم عصام نشأة السلفي الذي يمثل رحلة الضائع نحو الشتات ودعاء المحبوسة في جسد أنثى الثائرة على نوعها ليس بسبب عوامل فيسيولوجية ولكن بسبب ضغط واقع القاع عليها وحلم أمها بالولد وبين هذه الشخصيات المحورية تظهر شخصيات أخرى كنقاط اتصال بين المسارات السردية الرئيسة شخصيات لا تقل سودوية ومحملة بعبار مجتمع ظالم وقاس مثل شخصية أمل ومنها يطل أمير على أزمة المرأة التي تفتقد للحماية الأم التي تحاول حماية ابنها وعالم السجن المروع وعاطف الذي فقد جزءا من جسمه في حرب من أجل وطن رآه يباع بعد ذلك في كامب ديفيد لقد قتل أمير حسين الراوي العليم في روايته ولجأ إلى تكنيك تعدد الرواه لقد ترك لقلمه العنان وأسهب في الوصف وترك الرواة الأساسيين يتكلمون بل كانوا ينزفون مشاعرهم ومعاناتهم التي صاغها أمير بحرفية عالية كأنه يمتلك ليس فقط ناصية الكلمات ولكن امتلك أيضا إحساسه بالشخصية لقد تماهى معها فتماهى معها القارئ وهذا في الواقع سبب أزمة للقارئ إذ سلبه تقييمه العقلية للشخصيات لسيما مع شخصيات نشأة وإسلام هل تتعاطف مع نشأة المحب لدينه بالشكل الذي يراه والذي دفعه للجهاد ضد الروس في أفغانستان أم تكرهه لتدميره حياة أمل وعمله في التقليد والتزوير هل تتعاطف مع إسلام القناص الذي تم استبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة الذي عاش طفولة سيئة نتيجة أب كان في السجن وأم عاشت غريبة فأورثته طعم الغربة أم نكرهه لاستعمال الأجهزة الأمنية له في تصفية الخصوم السياسيين هذا الأمر المربك هو في الحقيقة أحد تجليات التعقد الشخصيات وتداخل الخير والشر في النفوس وضغط الواقع على النفوس المثقلة بوطأة الحياة من جانب آخر كان تداخل الزمن من العوامل التشويقية في الرواية فالرواية تبدأ من النهاية والنهاية نفسها ليست واضحة فيما يخص ما حدث بالضبط وهذا أحد مآخذي على الرواية ففي لحظة المواجهة الحاسمة بين نشأة وإسلام ومن خلفهما عزر البلطجي حدث قطع للمشهد لتجد نفسك أمام وكيل النيابة الذي يخبرك بالنتيجة بشكل يحفه الغموض نوعاً ما لحظة المواجهة الحاسمة كانت بحاجة لديالوج لسيما بين نشأة وإسلام الذي كان يعرف نشأة باسم مختلف في الماضي وهو عصام الرواية بشكل عام مبهرة ومدهشة شأن كل روايات أمير حسين الذي يعمل دائماً على رصد التفصيلات الدقيقة السياسية والدينية والاجتماعية وهذا ظهر واضحاً جداً في تلك الرواية هي رواية تستحق بلا شك أعلى درجات التقييم فشكراً الهالة للنشر والتوزيع على هذه الرواية البديعة وكتب هذه المراجعة باهر سليمان وقرأتها لمياء نجيب